اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبالمناسبة ان ليه شعبية يعني جمهرية وشعبية قوية جدا والدليل على كده ان لما طلع الكابتر اسامة نبيه على قناة اوني سبورت مع الزميل سيف زاهر طلع قال بالنص انا كنت بفوت وكنت بضيع فرص ومع ذلك يعني معانا دليل يعني الراجل طلع بيقول ان انا كنت موجود في نهاء السيني فينال في كاس مصر بعد ما رجع من الكويت ما بين الزمالك وما بين غزل المحلة طيب يا كابتن اسامة حضرتك لما كنت موجود في المنتخب كنت عامل فساد خلينا نتكلم بصراحة العبارة لا يصلح الكابتن حسامة البادري مديرا فن للمنتخب ولا يصلح الكابتن اسامة نبيه ليكون في بعض المسئوليات او بعض الاداريات للمنتخب الوطني او الاتحاد المصر لكورتر قدم كابتن اسامة نبيل انت عارف كويس اوي انت في المنتخب كنت فاتحينها كوسا انا مش بجرح في حد ولكن ضل واضح كابتن اسامة نبيل طلع قبل كده عمل حاجات ملفات هنتكلم عليها بعدين فلما حضرتك تيجي تقول على مكان زي كده يا اخي اختشي بس سعيب احنا بنعلم ولادنا التطوير بنعلمه الروح العزيمة بنعلمه انه يشيل فين الانتماء فين الانتماء للعيبة القدامة اه احنا في عصر الاحتراف ولكن ما يبقاش بالشكل البايغ ده كابتن اسامة عيب اوي عيب انت العيب كبير انت راجل اللي عبت واتخب مصر لعبت في نادي كبير زي نادي الزمالك وبعدين المستشار المرترم نصور انا بقول له شابولي جدا لان الراجل طلع رد اللي الزمالك كان في هذا الفترة يستحق ان يكون يعني يستحق ان يفوز بلقب كاس مصر مش كابتن اسامة هو اللي ميديل الزمالك يعني كابتن اسامة نخلي فيه خشة شوية عيب عيب هنعلم ولادنا الزغيرين ايه هنقول للناس ايه انت راجل نجم كبير زقامة وقيمة عيب يا كابتن اسامة اللي حصل ده ما ينفعش غزل المحلة نادي مش قليل ولا نادي الزمالك نادي قليل المستشار مرترم نصور طلع صرح بالشكل ده وي بي النص كده هنجيب معنا لحظات بس صرح المستشار مرترم نصور قال يؤكد ده بعد الكلام اللي قاله كابتن اسامة نبيل انا بتعجبني شجاعة في المستشار مرترم نصور اكد المستشار مرترم نصور يؤكد مجلس ادارة نادي زمالك برئاسة المستشار مرترم نصور ان صحة ما ذكره الكابتن اسامة نبيل لاعب اسامة نبيه اللاعب السابق بالفريق القرط القدم ليس له صحة المستشار طلع على كده وقال ان اللي بيقوله ما له الصحة والكلام ده كذب يا نهرب يد كويس اول معايك يا ستر المستشار والشدة رئيس مجلس الادارة المستشار مرترم نصور ان كل اللي بيقوله كد في كد في كد هنوقف عند النقطة دي شوية ولكن جمهور غز المحلة انت جمهور عظيم عندكم نادي عظيم جدا ما نسمعش الكلام ده وغز المحلة مكمل من تحت رئاسة رئاسة نادي رجل على الاعلى مستوى واعضاء مجلس ادارة على الاعلى مستوى وهيبقى معانا حد من اعضاء مجلس ادارة او رئيس نادي غز المحلة وهو اللي هيرد على الكلام ده من نفسه فتعالوا نشوف حتة الانتماء قليلة طب ليه كدت نسام حضرتك قدوة يعني نعلم ولدنا الانتماء نعلمه انه ازاي يحب فرقيته فين الانتماء فين الولاء للفرق فين اللعيب اللي يعني انا كنت بشوف بعض اللعبين هو فعلا كان نجيل قوي جدا نجيل للألفنات والفين وخمسة والفين وثمانية لحد الفين وعشرة كنت بشوف بعض اللعبين دم بيسيل منه وبيكمل المباراة عشان عنده انتماء وعنده روح انا هطلع فاصل دلاتي وهسماعك اللي بتقال يا حصر على النجوم الكبار فاصل محدش روح مكان فاصل واستنونا فمشيت روحت نزلت على غزل المحل جاءت على غزل المحل تقابت السيمي فاينال كاس مصر غزل المحلة مع الزمالك وانا عارف ان انا هرجع بعد المطش يعني مع الزمالك وفرص كتير جات لي ان انا هدف والتوفيق ومش يعني قلبي ما طوعنيش جات لي فرص فعلا على الكابتن ابراهيم حاسن في يوم واحدة دلاته شيل يعني في يوم واحدة عارف انت اللي هو ايه انا خلاص يعني انت بتقول لكابتن ابراهيم شيل وانت بتلعب ضده شيل ينور عليك اوي ده كثير فلا انت عارف يعني ايه الزمالك في موضوع كبير وبعدين انت لما بتخرج كمان برار نادي بتحس موضوع مختلف خالص يعني انا صحيح خرجت قبل كده روحتي التركية بس الخروجة التانية دي لقى كانت خروجة بالنسبة لي صعبة شوية فعد الماضي الزمالك مكسب مباراة دي 2-1 غزل المحلة ورجعنا لكم تاني من بعض الفاصل وتقريبا نشوفنا يعني واسمحت الفيديو حضرتكم كويس ولكن مشانه الله هرد معي دكتور مجد الألفي أدوى مجلس إدارة نادي غزل محلة مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا كابتن كريم ازاي حضرت خانم كل سنة حضرت خانم دكتور مجدي تقريبا حضرتك مشاهد الموقف ومشاهد البداية بتاعتي وكان معنا فيديو لكابتن قسامة نبيه ليك حق الرد فترد تقولي لكابتن قسامة نبيه وعايزين رسالة قوية بص حضرتك كابتن كريم طبعا كابتن قسامة اعتقد ان خانم التعبير او مدرس طبيعة الشارع المحلاوي وتاريخ نادي غزل محلة العريق اللي كان من ازم الاندية المصرية اللي لابتناها دور افريقيا اكيد طبعا بعد نادي الاسماعيلي وانحنا من الناس اللي وقدت داود الممتاز ولنا طبع خاص جمال المحلة على شكرا الكورة المحلوية احنا اللي ناكل الجمالية عن الاهل والزمال يا دكتور مجدي غزل محلة من الفرق العريق وانا قلت الكلام دا في البداية ولا يقل عن الاندية التانية عايز ادخل في الموضوع فطبعا التطرحات كاتل الاسامة عملت يعني وطب عارم هنا في الشارع المحلوي وجماهير المحلة بدأت طالب مجلد زارة نادي غزل المحلة من وزارة الشركة من ربط قوي وتصعيد الموضوع بما يكفل حق الشارع المحلوي وحق نادي غزل المحلة طبعا احنا طبعا كلنا تحت جهاز رئيس مجلد زارة رمانس اشف عزة من الناس المحترمة جدا جدا من ولاد المحلة اصلا والناس اللي هي يعني طول عمرها بتشجع الكرة المحلوية فاحنا طبعا كمجلس زارة النهاردة كان في اجتماع ونعرض عملنا على رسمة مجلس زارة رمانس اشف عزة وللحق الرد بما يكفل حق الشارع المحلوي على كابتل اسامة نبي دكتور مجدي فضل يا دكتور حضرتك قمت ببعد تاني يوم الحلقة قدمت شكوى للتحدي القورة ولا لسه الشكوى لسه فاندم فتران احنا النهاردة كان فيكتماع مجلس زارة عشان ده طبعا قررم مجلس لازم عضاء مجلس زارة محترم اكتبت المهندس اشرف عزة رئيس مجلس الشركة والنادي وهو طبعا والمهندس مسام عزة ده أنا ورئيس النادي ناس المحترمة جدا ومنع مجموعة من عضاء المجلس اللي هم من الشارع المحلوي كلهم احنا كلنا ابداء المحلة يا دكتور فالكلام ده مزعلنا جدا اكتر من ناس كمان دكتور مجدي ما عليش رؤبعت حضرتك كتير ولكن الجمهور لازم يعرف اهم التفاصيل القوية والكواليس اللي بدور دكتور مجدي ايه حضرتك حضرتك كان فيه اتصال بيني وبين حضرتك قبل الهواء قلتلي ان كابتر اسامة نبيه هيقدم احتزار رسمي هل ده الاحتزار الرسمي لجمهور المحلة الكبير ونادي غزة المحلة العريك الكبير هيتم التراجع وهتسحب الشكوى ولا حضرتك مكمل احنا مكملين حضرتك في شكوانا حتى لو تم الاحتزار يعني حتى لو تم الاحتزار يعني احنا منتظرين كابتر اسامة نبيه اذا كان هيجينا المحلة هنا يقدم احتزار رسمي الجمهور المحلة ورئيس مجلس الشركة المحلة المحل المنط أشرف حزة ومجلس ازارة النادي عم بضر منه وفي الوقت ده هنبدأ نفكر ايه اللي ممكن يحصل بعد كده بس احنا دلوقتي احنا مستبرين في شكوانا يعني الشارع المحلاء وفي غضب عارب على فكرة انا عارف يا دكتور ولمست ده من خلال الصفحة عندي وبدأت ناس ترسلي ومنهم كان الصحفي عبدالنبي النادي وبعض الجمهور وشفت الموضوع ده والسوشيال ميديا مقلوب بسان موضوع ده حضرتك الكابتر اسامة نبيه راجل قدوة انا كنت قاسي عليه في البداية رأي حضرتك في البداية بتاعت عندي كنت قاسي عليه انت كلام حضرتك صح ده مش قاسوة ده الكابتر اسامة نبيه قدوة للمذاربون الصغيرين وانت راجل نازم تتحلق بالامانة والكدوة الحسنة في هذه اللعبة والفير بليه يعني معنش احنا بتتكلم لو جبنا مثلا لعيبة عالمية تيجي بتلعب كتب تلعب ومتربف عندي وراحت عنديها ثانية وقدت وحررت اهداف فيها والامور طبيعية جدا ده واجبه ده عمل ولازم قدي عمل بكل امانة ما نفعش حتى لو على شبيل الضعابة انا ما قلش الكلام ده ما طلعش التطريح ده من كتن كبير ومدرب المنتخب مصر يا دكتور يا دكتور ماجدي انا عارف ان الجمهور المحلة زعلان بس على قد الزعل على قد قيمة الشخص اللي كان بيتكلم الكابتن اسامة نبيه راجل قدوة وقيمة وقامة فده اللي مزعل الجمهور انك تطلع تتكلم بالشكل البيغ ده فعلا كتحركة بيغة او يا دكتور طبعا طبعا لازم طبعا يعني انت دلوقتي راجل كنت مدرب منتخب مصر لا صح ان انت تطلع بها دلت حتى لو على سبيل البعاب تمام تتكلم عن نادي كبير ونادي ليه تاريخ كبير ونادي ليه جمالية عريبة جدا تمام يا دكتور يعني طبعا انا مش هادل اقول لها حضر اقسم بالله احنا بيجينا رسائل وناس جينا لحد بيوتنا انتم ازاي ساكتين على الموضوع ده انتم ازاي ساكتين الاهيانات اللي بتحصل غز المحلة دي احنا يعني انا راجل من شرع المحلاوي وعظم جزارة كلهم من المحلة فالناس دي كلها طبعا مش هاجبها الكلام ده عشان كده احنا مستمرين في شكوانة وتسعيدنا ضد الكابتن اسامة نبيه في الاتحاد الكورة وهيبقى فيه إيهات بعد كده كمان اننا جابولناش حقنا وجابولنا حق يعني غز المحلة انت كده قضيتم عليه يا كابتن كريم انت قضيتم على حلام جيل كامل كده انت بتتكلم على جيل كامل كان ممكن نتعاد ياخد كاس مصر تبقى بطولة كان بطولة الدوري يا دكتور كانت اي وفندة خد بال حضرتك ان معاني المستشار المرتضى منصور الراجل بكل شياكة اوي والرجل طلع وليه كبرده كليه حق الرد وانا بيعجبني المستشار المرتضى منصور طبعا في بعض الاحيان بيطلع يرد راجل بيواجه فعلا ذكر مستشار المرتضى منصور من ارجل الناس اللي واحد بيتعامل معها وكليه حقا طبعا طبعا صاحب قرار وصاحب رأي طبعا طبعا ايه رأي حضرتك في القرار او الاجراء اللي خده او القرار اللي قاله ادارة مجلس ادارة نادي الزمالك تحت رئاسة المستشار المرتضى منصور طبعا طبعا نادي الزمالك لا يستطرف في هذا الموضوع ان وستاذ المستشار يهم ناديه ويهم ان هو الراجل اللي عنده فير بلاي وانه راجل بلاي بيكسب بمجهوده ما انفعش انت كده بتقلل برضه بالناديك انت كده مش بتزود نديك انت بتقلل من نديك يعني وده حاجة طبعا مش كويسة خالص يعني طبعا وستاذ المستشار والناس الحقانية جدا المعرفة عنه الحق وفي مصر كلها هو مرضاش بالكلام ده ومعجبوش الكلام ده طبعا اه دكتور مجدي اه باشكر حضرتك شكرا جزيرا واتمنى نكون الرسالة وصلت اه كل سنة وحضرتك طيب وان شاء الله بنا اتصال متابعة للموضوع شكرا لك كدكتور مجد الألفي عضو مجلس ادارة غزل المحلة معايا الصحفي الكبير الاستاذ عبدالنبي النادي وهو احد من الصحفيين الكبار بمدينة المحلة استاذ عبدالنبي اهلا وسهلا بيك اهلا بيك كابتن كريم شكرا لحضرتك ولك كل التحية والتقدير من قلة الصناعة والرياضة مدينة المحلة الكبرى ودائما متعلقة كابتن كريم على خناة الصح والجمال والقرى مع كريم شكرا الاستاذ الصحفي الكبير بشكورك جدا على المدخلة الجيميلة ولكن كان معانا عضو مجلس ادارة غزل المحلة عازي اسمع رأي حضرتك كراجل صحفي وكراجل مشجع لنادي غزل المحلة وكراجل محلاوي عازي اسمع رد حضرتك سريعا بصة كابتن كريم انا مش هتكلم بسرعة انت اخدني واحدة واحدة كده راجل المحلة بطل الدوري 72-73 نهاي فرطيا 73-74 غزل المحلة قدم لمنتخب مصر سواريخ عيد عمر عبدالله عبدالرحيم خليل عماشة عبدالدايم لا انا مش عاوز انسى خليد عيد صبر عيد نجوم كوارة كابتن زخائر من النجوم نجوم كوارة فغزل المحلة عندما يذكر كابتن هو الشرف والقرامة والاطل الفلاحي يا استاذ عبدالنبي كابتن المحلة لا بيسيب ولا بيعمل كابتن كريم انت عجبتني اقوى في كلمة قلت ايه نعلم ولادنا الناشئين ايه نقولهم ايه لما الكابتن هل الكابتن عسامة نبي لما صلع هل كانت يعني واخد حبات شجاعة ولا كان خانوا التوفيق والتعبير وقال لك كلمة هتمر مرور الكرام يا استاذ انت راجل كمسيكت مدرب منتخب مصر كابتن كريم على اي اساس كان بيتمل الاختيار في عهد الكابتن استاذ عبدالنبي نعم انا قلت في البداية عندي قلت ان الكابتن حسامة ما احترامه ومش موضوع ولكن لا يصلح الكابتن عسامة نبي مدرب لمتخب مصر يعني احنا عندنا متخب كوي جدا ولكن ده مش موضوع ولكن على قد ده مش موضوع احنا بنقول فيه استياء وغضب شديد داخل جدران نادي غزل المحلة ومدينة المحلة الكبرى بسبب ما حدث من تصريحات بسبب وبعدين تاني حاجة الكابتن عسامة نبي بعد تلت ايام من ظهورك من البرنامج ولقيت الدنيا عيجة على الميديا وكده طالع تعمل فيديو اعتذار لجمهور المحلة من داخل بيتك لا ما ينفعش ما ينفعش ويقول كنت انا كنت بهرج بتهرج ايه لا الكلام ده كبير اوي ايوة طبعا يا كابتة كلام ده كبير اوي ده بيزبت الناشئ نعمل فيه ايه لما احنا بنقول لابد ان نعلم الناشئ الولاء وحب الفلنة ماشي لما يطلع العبقاء من ايه القصد ايه قصد كابتن المسامة نبي من هذه الكلام هل اعاوز عشان اشتغل في قناة الزمالك لا استاذ عبد النبي اه استاذ عبد النبي اتفاضرك اه مش عايز اختلط الامور ببعضها خويت بالك ان نادي الزمالك المستشعر مرتر مصور تلع صرح قال لك احنا بنحيي احنا كمحلوية بنحيي عشان ما اندخلش الامور ببعضها بس ولكن خلينا اه عايز اسمع استاذ عبد النبي لكن انا قلت ان التصرحات بتاع الكابتن اسامة نبي غضب الجميع داخل مجلة المحلة القبر استاذ عبد النبي عز اسمع رأي حضرتك كمشجع لنادي غزل المحلة سريعا فضل ما حدث من الكابتن اسامة نبي خطأ 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 ماشي ولابد ان الكابتن اسامة نبي يجي نادي غزل المحلة ويعتزر ويطلع على الصفحة الرسمية بتاع غزل المحلة صوت والصورة ويعتزر زي ما غزل المحلة كده اولا دكتور مجدي ده عاشق للكره المحلوية المهندس حسام عزو المهندس عصرف عزة بص جمهور الحج رضا العزب ده كبير مشجع المحلة جمهور ومجلس ادارة عاشق للكره المحلوية لابد ان الكابتن اسامة يجي ادارة غزل المحلة ويقعد معهم ويطلع صوت وصورة عبر الصفحة الرئيسية لغزل المحلة باعتزار رسمي للجمهور ومعنين انا تاني حاجة الكابتن اسامة نبي شخصية كبيرة في عالم التدريب ورجل تولى منتخب مصر واللي بيصل اللي المدرب منتخب مصر بيكون اكبر قامة في القرى المصري السيد عبد النبي سيد عبد النبي عايز تعليه بقى طالما وصلنا للموضوع ده الكابتن اسامة نبيه ظلم لعبين وكان منضعوم الكابتن حسام غالي معايا في الرأي ده نعم او لا انا معاك يا كابتن انا معاك انا معاك والمدرب الاجنبي لابد ان يعني معلش اي مدرب مصر بيشتغل مع مدرب اجنبي ما بيوصلوش الحقيقة يا كابتن تمام المدرب المصري بيحبه وبيكره تمام وبرضو بيخزن الماضي ما بينه وما بين اللعيبة تمام وخبال حضرتك فمعلش في الكلمة احنا نبقى واضحة يعني فيه وضوح كده وفيه فتا يعني ايه يعني ايه يعني ايه انا جات لفرص ان انا اسجل انت كابتن الكريم فاكر اه علي خليل كابتن علي خليل رحمة الله عليه كيه طبعا رحمة الله عليه يكيه طبعا نجم من المهم وكانت تمالك هياخد الدوري صح ايه ده استاذ عبد النبي يبقى انت هتعلم الناشئ ازاي فين المبادئ ده ملف تاني استاذ عبد النبي ده يبقى ملف تاني كابتن كريم فين اتحاد القرى من التصراحات ديها كابتن كريم لا سواني استاذ عبد النبي لسه كان معي اتصال هاتفي من قط مجلس الدارة الدكتور مجد الألف قالك احنا اشتاكم متوجهتش لسه انا ما عرفش يعني الموضوع او الحوار داير داير بقاله اربع خمس ايام ولسه يعني في شكوى ما توجهش الاتحاد المصري ليه مستني ايه عشان بس انت عارف ان الظروف بس ظروف فيروس كورونا وزروف شركة غزل المحلة ده سبب لكن هو الشكوى اتعرضت رسميا على الصفحة الرسمية بتاع الاتحاد المحلة تمام واخد بالك وهي افطارها الى اتحاد القرى زي ما الدكتور مجد الالف قال وان النهاردة كان في اكتماع مجلس ادارة وان المهندس اشرف عزة قال لن اترك حق جماهير القرى المحلوية تمام لكن اللا لا بسأل عليها كابتن قناة اونس بورت قناة كبيرة كابتن سيف زاهر اعلامي كبير يعني مفيش حد من اتحاد قرط القدم سمع هذه المدخلة او سهل سمع كلام كابتن اسامة عايزك توقع سوز عبدالنبي اوقع بايا هنا اوقف اوقف لحظة واحدة اي ده الحاجة اللي مخليني مستغربة وتملي بدحك يعني وانا مستغرب داية يعني انا ما عرفش بجد يعني هنردي امتى يا كابتن سيف زاهر طبعا زميل وعلى راسي من فوق ولكن الرد ده يبقى امتى حتى ما كانش فيه رد الناس دي مش قادرة تفهم يا كابتن كريم الكابتن سيف زاهر تعجب من كلامه يا يا كابتن يعني بعد كده الكابتن سيف زاهر انا اسمحت حاجزة كده فليحة الرد طبعا الموضوع شيق ويخدنا الاتجاهات تانية ولكن بقولنا ان ربنا عدي على خير بشكرك شكرا جزيرا استاذ عبدالنبي النادي الصحفة الكبير شكرا لك جدا محدش روح مكان واعزروني لو كنت انفعلت شوية ولكن دير سالح نبي نقديها فلازم نقديها صح ومن يتقى لها يجعل لهم اخرجا صدق الله العظيم فاصل واستنونا محدش روح مكان الفيديو اللي طلبتوه وانا عندي هيبقى معانا مباراة بيرامدز والزمالك فاصل واستنونا محدش روح مكان ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل من مباراة من العيار التقيل المباراة دي مش هنتكلم على اهداف ولكن هنتكلم عن مدى التحركات ومدى قوة نادي الزمالك ومدى قوة نادي بيرامدز ولكن كان فيها حاجات عالية قوي انا عايز بس المخرج يرجعلي بس الكورة الورا يرجعلي ثانية واحدة ارجع ارجع تاني اوقف امشي معايا سنة صغيرة اخذ خطأ قدام بس اوقف فرجاني ساسي قبل ما ابدأ التحكيل بس عندي رقم واحد فرجاني ساسي لعيب عالي قوي عنده كواليتي الجوزيشان عنده عالي جدا خد بالك ان لعيب الكورة الولادة اللي يسمعوني يسمعوني كويس قوي وركز وسيب اللي في ايدك عشان تستفد الفكرة ان لعيب الكورة اللي بيعرف يخلص المدير الفني بيبقى طالب من المهاجم او الراجل بتاع الدهيرة بيبقى عليه عبق شوية هي واحدة ماشي معايا الفيديو ماشي الفيديو طبيعيا اوقف خد بالك ان من غير تحضير من غير تحضير من غير واحد اثنين تلاتة اربعة كورة واحدة ارجعلي بالكورة تاني ومشي هالي طبيعيا ما توقفش ارجعلي بالكورة تاني ارجعلي بالكورة ارجع بالكورة من البداية بس اوقف عايزك توقف الدولة فين ادي واحد اثنين تلاتة اربعة بسم الله ما شاء الله كويس او يعني احنا بنشوفها جد غريبة الشكل دولة فرجاني ساسي الراجل رفع عينه شد باص كامل الفيديو الابادجي شيكابالا طبعا هنا مش عايزة غير كده اللي انا روح خد بقى اوقف بقى هنا اوقف ارجعلي خطوة خد بالك ان الهدف من تلات لمسات فرجاني ساسي شيكابالا يوسف اوباما فكرة الهدف او تقسيمة الهدف او شكل الهدف هيبقى معايا هنا شيكابالا راجل بحط تزويرف الكرة راح تزويرف لف تكمل الفيديو اوقف ارجعلي خطوة كمان بس خد بالك ان التلاتة لو احنا رجعنا بوضعهم صعب جدا ارجعلي بالفيديو لاحظة كمان ارجعلي بالفيديو ارجع بس بسم الله وان شاء الله راحيني قض واجب واجبين ما عرفش حاجة زعل كمل فيديو اوقف اتقلب مسلس انت حضرتك اللي انا عايزة اعرفه بتهاجم ولا بتدافع الفكرة هنا اني لو بهاجم لازم يكون عندي ثلاثة مساكين او العب بليبرو خصوصا ان ما يكون فرقة زي الزمالك فيها العناصر دي يوسف اوباما ونجم بن شرقي طريق حامد فرجاني ساسي لازم العب بليبرو ده ساسي تكمل الفيديو اوقف ارجعلي خطوة كمان هوريك بس يوسف اوباما بيعمل اي خد بالك ان الهدف هنا اوقف ان الهدف هنا اني برضو بعد ما كان مسلس مالو الراجل ده خايف يقطع علي يوسف اوباما خد بالك الراجل ده رجب بكار لو في الفورما هيخش يقطع مباشرة كميل الفيديو طبعا الراجل يوسف اوباما عالي اوي يوسف اوباما من اللعيبة الشباب اللي على اعلى مستوى بس تمليل اللعيبة صغرية الفيزة ملك بناخدهم ونروح بهم في حتة تانية او الاعلام بياخدوا رأي عصبيين جدا عايزين يكون خصائي استراتيجي نفسي والتزام في الملعب يكون موجود في نادي الزمالك عايزك ترجع بالفيديو هوريك لحظة قطع يوسف اوباما يعني الشكبالة الراجل زي الفل تمام كمل خد بالك ان الراجل هيحط هنا الراجل بيقطع خد بالك ان فكرة الهدف او احلم في الهدف الخطوة اللي خدها يوسف اوباما الخطوة خد بالك ان الهدف ممكن تضيع فرقتك بسبب انك تكسل يوسف اوباما ما يكسلش الرجل اللي خد الخطوة قطع عايزك ترجع بالفيديو تاني وتورين الخطوة اللي خدها بس وقف خد بالك ده علي جبر خد بالك الحلقة اللي فاتت في مباراة الاهل وبرمز تكلمت على علي جبر انه من افضل اللاعبين او افضل المساكين مجدد في مصر ولكن اللي بيعملو ده ما ينفعش كمل الفيديو طبعا يوسف اوباما الراجل ميشي خد النص في ظهره وشلو الجون بيعمل تاكلينج مش عايزة كلام جون في افكار هنرجع به تاني الهدف ده في فكر وفي افكار على الاعلى مستوى ارجعلي بالفيديو تاني ارجعلي بالفيديو تاني ارجع ارجع بالفيديو تاني ارجعلي بالفيديو هوريك الفكرة هوريك بتاع يوسف اوباما ان الراجل يعني خد بالك ان الخطوة دي فرقت اقف يوسف اوباما علي جبر ارجعلي خطوة كمان ارجع اقف لو يوسف اوباما كسل علي جبر هيحط رجله تاكلين كورة برا ولكن يوسف اوباما عنده امكانيات عليه قوي وبيتعب اي مساج بيلعب عليه خد بالك ان الفكرة في المدافع وشين نقطع المدافع تمركز المدافع تمركز صح عيني على الكورة معظم ودفعين مصر على طول عينه في الارض خد بالك ان لعيب الكورة ما ينفعش تكون عينه على الارض بص شكبالا بيعملين بص رفعي تعين انا بتكلم مش بتكلم على هداف ولكن بتكلم على جمل وعلى تحركات شكبالا وقتا ما رفع عينه لمح يوسف اوباما بيحطه للراجل ده اول هدف هتلينا الهدف الثاني واللي بتتلاعب فيه برضو يعني الزمالي كان في برادي كان بينقل من 3-4 نالات هتلي الهدف الثاني طبعا اللي كانت مباراة عليه قوي وكان فيها طريق حمد وفي رجال نساسي هتلي الهدف الثاني فكرة الهدف الثاني برضو الكورة ان بص يعني ما كانش كاردرون كان ميتشو خد بالك ان النادي الزمالي في حاجة حلو قوي بيضرب خط الضحر بكورة اشتغل اشتغل ده يوسف اماما بيحط الحمد النقاز اوقف اوقف ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة كملي الفيديو كملي اوقف طبعا ادي تأدي واحد اتنين الرجل بيطلع بيحط الماغ طبعا النادي الزمالي كان عادي قوي كملي الفيديو خد بالك ان الرجل طالع مستريح عشان كده كورة راحة سهلة بالشكل ده الرجل طالع يعني بس اوقف علي جبر رجب بكار حضرك بتعمل ايه كملي الفيديو برضو راجل طالع مستريح هيعمل ايه خد بالك ان عندك خمس لعبين يعني كان الرجل كان ضعيف قوي يعني خد بالك ان كان الند الوحيد لبيراميدز واللي كان بيلعب قصاد بيراميدز كويس جدا هو نادي الزمالك بيراميدز قصاد الاهل بيبقى ند قوي ما عرفش ليه دي حاجة يعرفها الاهل هو ايه ان بيراميدز كان قوي جدا عن نادي الاهل ولكن الزمالك ولد بالنجوم انا مش عشان زمال كوي ولكن انت شاب بعنيك عايزك تجيب الهدف التالت اللي فيه دراسة للتحركات خد بالك حبيب انت هو او ناس اترج علي الناس ليه الناس ليه ديها مستقبل كاروي بعدين ان شاء الله اوقف طريق حامد ما كانه فين سؤال جاوبني طريق حامد ما كانه في الدايرة معنى طريق حامد يطلع ويوصل هنا وهو اللي يحط الكرة اوقف انا عايز اعرف علي جبر والاثنين اللي معاه رايحين فين فين راحوا مكان تاني راح يجيب حاجة وراجعين بس اكمل معا الفيديو اكمل معا الفيديو اوقف مش عايزة كلام طريق حامد قطع الخط حطر الرجل اللي برا رجل بيحطه جون مش عايزة كلام رجعلي بالهدف تاني اوقف 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 طب انا ليه ملعبش باسترايكر واحد ويخلي معايا تلاتة تفندرات يعني بنامز لو لعب تلاتة تفندرات هيلعب باتنين اتنين هيبقى نفس الجوزشن ده هيبقوا اتنين ويبقى في واحد متأخر كمل مع طريق حامد كمل اوقف الرجل ده كان ميتشو كان عامل حاجة حلوة قوي في المباراة دي وفعلا هو مدرب عالي قوي طبعا دي حاجة كان بيعملها الزمالك على طول خد بالك ده سينس ما بين اللعيب وده جوزشن هم متفقين عليهم كمل معايا الفيديو بس اوقف الرجل ده عمل ايه رد علي تكلمني الرجل ده عمل حاجة كويسة قوي ارجعلي بالكورة كمان ارجع ارجع ماشيها طبيعي ماشيها ماشيها عادي ارجعلي بالكورة ارجعلي بالكورة ارجعلي بالكورة ده انا هفرجك على الموت اوقف كمل بقى الفيديو كمل هنمشي مع بعض كمل الفيديو كمل اوقف تلاتة دولة تلاتة دولة بص بقى الفن بتاع اونجم الفن الرجل طبعا يلا روحنا كلنا خد تلاتة اصبح اللي انا في ظهر ايه فاضي اللي هو فين اهو اخوة بالك اهو الرجل اهو اسمعني كويس انا لفتلك خد بالك كمل الفيديو انا عازك ترجع تاني بس عشان امتعك وهفرجك ارجعلي تاني ارجع بالهدف التالي ارجعلي كورة طري حامد يا سلام يا سلام يا طري بس انا لفتلك عشان اوريك وعشان تسمعني كويس وعشان تفهمني اكتر تعال معايا كمل المساحة دي كلها فاضية للأسف اوقف طيب انا ليه بقى ماكنش زاكي يا كابتن علي جبر او ايا كان المدافع اللي معايا ليه مااخوتش واحد يروح على طريق الراجل ده مكمل طب انت ايه اللي موديكوا انتو لاتنين انتو له موديكوا انتو لاتنين هو ايه هسه ايه اللي موديكوا كمل معايا الفيديو طبعا او ناجم رح واخده مو رح رايح فاضية مساحة البنشارقي طبعا الشنوة ازا ماكن كان فيه حاجة غلط اليوم ده دي فكرة الجوزيشن بتاع طارق حامد طارق حامد انه يوصل للمكان ده ده اقولك انه كان ماتش سهل طريق حامد انه يوصل للمكان ده ويعمل ده ارجعلي بالفيديو تاني اخد بالك انه المدفعين وعالي جابر هم اللي وصلوا ان طارق حامد الجرق يعني انا مش قادر الراجل ده بكامل مع طارق حامد للرجل ده مايجيش هنا واعمل زوم ديفينز اخد ده انا عندنا كارثة في مصر ولا بنعمل المان تومان الا على 3 اربع لعبين يعني انا لو بلعب الاهلي هعمل زوم ديفينز مثلا على وليد سليمان تمام هي الفكرة هنا ان طارق حامد يوصل بالشكل ده فالنادي الزامنك عنده فن ستارتش كوالت فعن المدرسة فن وهندسة مش ببالك في كلامه دي حقيقة والجمهور عارف ده الراجل بيروح نسريح في امتنى كويس تمام فاصل واستنونا مع اهم واقوى فكرة موجودة حاليا فاصل